اشتركوا في القناة نحس الحظ ولله الحمد طبعا برامج طموحات شباب مستمر في الدورة القادمة أيضا وكل الشكر للقائمين على مؤسسة الشارقة للإعلام تلخيص بسيط عما حدث في طموحات شباب شارك معانا 27 مشروع منهم 9 مشاريع طلاب 15 مشروع طالبات 3 مشاريع مختلطة بين الطلاب والطالبات 66 مشارك مجموعة المشاركين 35 طالبة و31 طالب وأيضا عندنا التخصصات تخصصات الهندسة والمشاريع كلها بشكل عام في هندسة في فنون نظم معلومات وبعض المشاريع التجارية الإمارات من ثلاث إمارات من إمارة الشارقة إمارة عجمان وأبوظبي 9 جهات تأليمية من جامعات ومعاهد شاركوا معانا اللجان العلمية 18 شخص دكتور ودكتورة ودكتورة كانوا موجودين في اللجان العلمية يمثلون جهات حكومية وجهات أكاديمية مثل ما قلنا بينهم امرأة واحدة كانت في المجموع العام فكرة سريعة أيضا عن التصويت التصويت للبرنامج التصويت ما زال مستمر على www.smc.ae للحاب أنه يدخل ويصوت لأحد الثلاث المتأهلين في برنامج طموحات شباب للتذكير كل IP له صوت لكل IP صوت واحد فقط إذن لمحة بسيطة وسريعة عما دار في طموحات شباب في الفترات السابقة أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل القصير ثم نعود نعود إليكم من جديد مشاهدين الأكارم وهذه الحلقة الخاصة والأخيرة في طموحات شباب والمرحلة الأخيرة وهي على الهوائي مباشرة عدنا أبطالنا الثلاثة اللي تأهلوا معانا للحلقة الأخيرة وهم سارة علي مشروع سوار الصم محمد عثمان قياس التحكم بمرض السكري عن بعد باستخدام الهاتف النقال سارة جابر إنتاج خرائط بالبعد الثالث بتكلفة أقل إذن هذين هم أبطالنا اللي موجودين معانا وحظ نتمنى لهم الحظ إن شاء الله الجيد في هذا اليوم رحبوا وإياي بأعضاء اللجنة العلمية لهذا اليوم طبعا وكالعادة معانا الدكتور خالد مقند من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية مرحبا فيك دكتور خالد الرائد عبدالعزيز سرحان الزعابي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير اللداء بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة مرحبا الدكتور باصل سودان متخصص في الهندسة الإلكترونية من جامعة الشارقة أهلا وسهلا بكم كما أرحب بالحضور الكريم لهذا اليوم معانا في هذه الحلقة إذن تذكير مرة أخرى بأصحاب المشاريع معانا لهذا اليوم نحن اليوم في عدنا فقرة إضافية أضفناها خلنا نقول كمفاجئة ونشوف في اللحظات الأخيرة كيف يتصرف هؤلاء الأبطال إذن في البداية نبدأ مع محمد عثمان محمد عثمان طبعا أنت عارف مع سارة وسارة بأن في مفاجئة لكم اليوم وستحدد أيضا أو ستضم العلامة التي ستخذونها اليوم من غير علامات التصويت وعلامة أعضاء لجنة التحكيم إلى علامة المتخصصين قبل أن ندخل في هذا الموضوع كله أحب أن أذكر المشاهدين وأعضاء اللجنة والحضور الكريم بالشباب الثلاثة ومشاريعهم من خلال هذا التقرير لكل مجتهد نصيب هذا لسان حال المبدعين الثلاثة سارة علي من كليات التقنية العليا بالشارقة محمد عثمان من جامعة عجمان وسارة جابر من جامعة الإمارات سارة علي كانت أول المتأهلين في المرحلة الأولى وآخر المتأهلين في المرحلة الثانية مشروعها سوار الصم كان وسيلة لرد الجميل لولدتها مشوار سارة للتأهل لم يكن سهلا فمنذ البداية كانت مترددة وكادت أن تنسحب إلا أن دعم الأهل والأصدقاء منحها ثقة فاجتازت المرحلة الأولى بجدارة وعادت فتفوقت على خوفها واستطاعت اجتياز المرحلة الأصعب فهل ستنجح في امتحان اليوم؟ محمد عثمان تأهل بقوة في المرحلة الأولى واستطاع إقناع اللجنة العلمية بفائدة مشروعه في علاج وإنقاذ حياة الكثيرين من المصابين من الأمراض المزمنة عبر جهازه الذي يسهل التواصل بين الطبيب في المستشفى والمريض الذي يعالجه في المنزل الثقة استمرت عند عثمان في المرحلة الثانية ونجح في إقناع اللجنة بالجدوى الاقتصادية والإنسانية لمشروعه ترى هل ينجح الشاب عثمان في منافسته مع فتاتين تحمل كل منهما الإسم ذاته سارة سارة جابر القادمة من أبو ظبي جاءت والأمل يحظوها بالفوز بالمركز الأول في المرحلة الأولى كانت سارة متجهمة لا تستطيع الابتسام وكانت تنؤ بالمخاوف من عدم جدوى مشروعها ولم تستطع الابتسام حتى لحظة فوزها خوفا على مشاعر زميلتها التي خرجت من المنافسة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعها في المرحلة الثانية كانت مفتاحها للانتقال إلى المثلث الذهبي فهل يفتر ذغرها عن ابتسامة الفوز؟ ويبقى السؤال من يضحك أخيرا؟ سارة الشارقة؟ أم سارة أبو ظبي؟ أم يخطف محمد عثمان منهما؟ قصب السبق شو تقولين لو كنتي ماخد الأول؟ أول شي بس سوي إذا خدت الأول بحاول أول شي أطبق المشروع في أرض الواقع عشان أفيد الدولة و أفيد الناس والحمد لله على كل حال تفيد الدولة وتفيد تفيد الدولة وتفيد 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 الدول تتوقعين طلعتي سارة؟ لا سارة جابر صراحة العلامات جدا متقاربة جدا متقاربة يأسفني أقول أن أحد فيكم بيطلع برا ما علي ما علي؟ ما علي، ما بوقت تعال في أنت قطعتي شوط كبير عشان توصني في هذا المكان آخشي كلمة ما علي؟ ترى تهد وائد أشياء ليس كذي، أنا ليس مجرد أن أطلع من هذا المشروع إذا أنا خسرت، لا أوقف، لا أصبح أستمر إلا أطبق المشروع يعني لو طلعت من هذا المشروع، بطبقين مكان ثاني؟ بطبق في أرض الواقع بالإصرار ما تقولي أنت؟ نفس الشي؟ نفس الشي يعني لو طلعت، بلا صوت تتشدد، نفس الشي يجب أن تكون متفاعلة أكثر سارة للأسف يا سارة جابر، أنت طبعا ما كملت ويانا يعني يمكن أنا من الأشخاص اللي يحب أنت الثلاثة تكونون موجودين معا لكن للأسف الحظ ما كان وياتي هذه المرة حظ أوفر إن شاء الله يا سارة في مرات قادمة، أنا متأكد أن مشروعة من المشاريع اللي أعجب اللجنة العلمية بالنسبة لك أنت يا محمد، يعني أنا قارنت بين السارتين لكن هذا يعني ما شاء الله عليها منافسة ومنافسة بقوة منافسة ومنافسة بقوة السبب أن الجهاز صغير يلبس في الإيد، فيه ألوان، فيه خدمة، وتقدر تستخدمه على المستوى المحلي سارة ما شاء الله عليك، أنا دائما وأبدا كنت من الناس اللي يقولون أن مشاريعك من المشاريع اللي بتحصل الدعم المناسب الله أعطتش العافية إن شاء الله يا سارة، شو تقولين؟ يا سارة إذا أخذت الأول ما بك شيء ما تبغي شيء؟ لا، يعني أشكر أكيد للجنة لأنا لأنا رأيهم هون اللي يفوزني محمد؟ أشكر كل الناس اللي يدعموني ووقفوا هراي ووصول لهذا الشيء وصح أنا بعد أشكر كل اللي صوتوا لي، اللي يعرفني واللي ما يعرفني وداخل الإمارات وبرى الإمارات أشكر محمد إذن يعني خلاص، إحنا نبغي نعلن نتائج بس قربوا لي شوي من بعض أكثر قربوا كل واحد يوقف على الخط، في خط تحت موجود؟ نعم، كل واحد يوقف على الخط أنت من حرف يعني عشان طلعتي موتوك فين على الخط أحين خلاص؟ لا تمام سارة، مبروك عليك يا سارة وطلعت في المركز الثاني محمد، مبروك عليك المركز الأول في برنامج طموحات شباب وطبعا ربحت معانا جائزة بقيمة 25 ألف درهم من رواد بالإضافة إلى 15 ألف مقدمة من مؤسسة الشارقة الإعلام سارة، حظ أوفر إن شاء الله في المرات القادمة الآن طبعا نتشرف والدكتور خالد بتسليم الجائزة الأولى بقيمة 25 ألف درهم مقدمة من رواد شكرا شكرا جزيلا يا عمراتك العافية محمد، تفضل، تفضل يا محمد تفضل، هاي طبعا جائزة 25 ألف درهم مقدمة من رواد لمحمد ومحمد استحقيتها بجذارة وشكرا جزيلا لك، شكرا دكتور، الله أعطيكم العافية إن شاء الله تفضل دكتور طبعا أنا ما بغي أثقل عليك أعطني هاي خلنا نحطيها جدامنا شذا؟ شذا؟ أيوة ولك أيضا يا محمد جائزة ثانية مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام جائزة بقيمة 15 ألف درهم مبروك يا محمد، والله أعطيك العافية، بتشل هاي و هاي وتعطيني الشيكات الأصلية؟ لا بالورقة الصغيرة تبغي الورقة الصغيرة؟ سارة جابر، آسف سارة علي، آسف سارة علي، جائزة بقيمة 10 ألاف درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام حظ أوفر لك يا سارة، والعشرة ألاف والمركز الثاني، أحسن من الواحد يطلع من الراحل الأولى صح؟ صح إن شاء الله، ولا تكفريني، إن شاء الله من المشاريع الجيدة، وأعتقد أن الرواد رح يكون لهم يد في هذا الموضوع إن شاء الله، شكرا جزيلا يا سارة فضلي، إذن عدنا المركز الثالث جائزة بقيمة 5000 درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام، لأختنا سارة جابر، مبروك يا سارة، والله أعطيك العافية، شكرا جزيلا إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا للحضور الكريم، الأساتذ الأفاضل، شكرا لكم دكاترتنا، والشكر أيضا موصول لأبطالنا الثلاثة، اللي يوصلوا معانا للمرحلة النهائية، طبعا باسم فريق عمل طموحات شباب، كنا متواصلين معكم خلال دورة كاملة، وإن شاء الله نكون قد وفقنا في إرسال الرسالة والهدف والمضمون من هذا البرنامج، برنامج إن شاء الله مستمر معانا في الدورة القادمة، والمزيد من المشاريع الجيدة، وهلله هلله إن شاء الله على الجمعة اللي يأينكم في الدرب، أعزائي المشاهدين والمشاهدات للتواصل معنا، واللي يحب أن يشترك معانا في برنامج طموحات شباب، ما عليه إلا أن يتواصل معانا على البريد الإلكتروني الواضح، والشكر موصول أيضا لأستاذ بلال، والأستاذ مونة، والأستاذ ماجد شومن المخرج، ومحدثكم أخوكم محمد الحسين، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة حتى ذلك الحين، لكم منا أجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.